السؤال الأول في هذه الحلقة حول الحجامة والركية الشرعية السائل يقول هل يجول الشخص عندما يقوم بالحجامة أن يرقي المريض الذي يعالجه لأنه قد يكون رأى أثناء قيامه بالحجامة أن الشخص عنده مس فأراد أن يرقيه من المس علما بأن هذا الطبيب الذي يقوم بالحجامة لم يدرس علم الرقية وليس خبيرا فيها الجواب عن هذا يا رعاك الله أن هناك في الرقية قدرا عاما مشتركا يستوي الرقات وغيرهم في أصل العلم به وإن تفاوت في تفاصيل ذلك كالرقية بأم الكتاب وبالإخلاص وبالمعوزتين وآية الكرسي وآية الشفاء في القرآن الكريم ونحو ذلك أما ما وراء ذلك من الأمور الدقيقة فلا شك أنه ينبغي أن تحال على المتخصصين في هذا الباب لا يفوتنا أن نذكر أن الرقية الشرعية لابد أن تجتمع فيها ثلاثة أمور الأمر الأول أن تكون بالمأثور بكلام الله أو بأسمائه وصفاته أو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بدعاء ليس فيه شرك لا بأس بالرقى ما لم تكن شرك يعني لا يلزم أن تكون الرقية نصية بل قد تكون الرقية اجتهادية ومقبولة إذا سلم مضمونها من الشرك اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شرك الأمر الثاني أن تكون بلسان يفهمه الراقي كان الراقي يفهم العربية ينبغي أن تكون الرقية باللسان العربي كان الراقي لا يريد إلا الإنجليزية ينبغي أن تكون الرقية بهذه اللغة التي يجيدها الراقي ويتقنها ويحسنها الأمر الثالث أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى وكثير من مسائد هذا الباب اجتهادية وليست توقيفية والله تعالى أعلى وأعلم لعلنا أيضا قبل أن نفارق هذا السؤال نشير إشارة سريعة إلى قضية الحجام الحجام عملية يستخج بها الدم من نواحي مختلفة من الجسد وفي الباب نصوص ما رواه ابن ماجا بإسناده عن أنس نبي صلى الله عليه وسلم قال مررت ليلة أسر يبي بملئ ما مررت ليلة أسر يبي بملئ إلا قالوا يا محمد مر أمتك بالحجامة ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره وفي الباب حديث ابن عباس في صحيح البخاري الشفاء في ثلاثة أو في ثلاث شربة عسل وشرطة محجم وكيّة نار وأنهى أمتي عن الكي والله تعالى أعلى وأعلم شكرا